طيب عايز روح بك الى الدوري الانجليزي والمشكلة الاخيرة التي حدثت مع يورجن كلوب ومحمد صلاح مشكلة اللي هزت الاوساط العالمية بشكل عام رأيك فيما حدث ما بين كلوب وصلاح رأينا الارسنال لعب بشكل جيد مشكلة التي حكيت عنها في ليفربول اقول لكم اعتقد ان لدي الحظ الكافي الذي سيدفعه لتفادي اي مشكلات تحصل في الفريق فريق ليفربول يعملون بطريقة عقلنية ومحمد صلاح مسيرته الكروية تشفع له فيما حدث بينه وبين كلوب لا استطيع ان اجزم بسبب من ولا استطيع ان اقول من المخطئ لكن صلاح اقول لكم هو القمر المضيء في ليفربول هو النجم المضيء لديهم ليس فقط في ليفربول بل نأمل ان صلاح يعود ليتصدر المشهد الايطالي من جديد يعود لينضم الى ايطاليا من جديد صلاح اقول لكم خرج من هنا من ايطاليا صلاح كنت من اوائل المعجبين بلعبه وبمهاراته وبعقليته صلاح تواهج بشكل كبير اوروبيا مع فيورنتينا ومع ايس روما لو عاد صلاح الى الدول الاطالي تتمنى ان ترافع اي فريق هذا صحيح لعب في فيورنتينا ولعب في روما حيث انا تعلمت كثيرا من طريقة صلاح الكروية صلاح لاعب اقول لا يعود لذلك اقول لكم ان صلاح اي فريق يتمناه وصلاح في اي فريق سيذهب سيحقق نجاحا باهرا يليك اكثر على انتر ام يليك اكثر على يوبي مثلا بكل تأكيد ايطاليا تريده باكملها كل الفرق تريد صلاح الانتر يريد صلاح ويوفنتوس يريد صلاح ونابولي يريد صلاح وايضا في فيورنتينا علامة فارقة في كرة القدم لذلك نقول دائما ان صلاح لاعب مهاري لاعب عقلاني لاعب لدي اخلاق عالية لاعب ليس عنصريا كل الفرق تتمنى طيب في كلام كتير ان صلاح ربما ينتقل الى الدوري الشعودي بنهاية هذا الموسم تنصح صلاح بالانتقال الى الدوري الشعودي ام البقاء في اوروبا سواء في انجلترا وفي ايطاليا وفي اي دوري اخر اذا اقول لكم بالنسبة لصلاح لا يجب ان يقرر ابدا في الذهاب الى الدوري السعودي صلاح عليه البقاء في اوروبا ولكن اقول لكم ان الدوري السعودي يدفع اكثر لللاعبين الدوري السعودي يعرض عروضا رائعة من الناحية المادية لكن صلاح مكانه في اوروبا صلاح تألقه في اوروبا انا على النحو الشخصي اتمنى ان يبقى صلاح في اوروبا ثم يذهب الى الدوري الايطالي ليعود من جديد لكن هذا امر شخصي بحث يعود الى صلاح